تعليقا على الأوضاع في لبنان دكتورة ليلى نقولة أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية دكتورة ليلى يعني توسع أمد الصراع ونطاق الجورافي إلى هذا الحد في ظل تصريحات من وزير الخارجية الأمريكية تحدث فيها عن ضرورة ضبط النفس ومنع التوسع إلى حرب إقليمية شاملة هذه التصريحات إلى أي مدى قادرة على وقف ما يحدث على الصعيد اللبناني الإسرائيلي؟ طبعا الوزير بلينكين يعني عندما يتكلم بهذا الموضوع هو يتكلم بواقعية ولكن كما نعرف أن الأمريكيين يريدون أن يحافظوا على مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى خاصة الوزير الخارجية بلينكين الذي قال دائما أنه يأتي إلى إسرائيل وليس أمريكيا أو وزير الخارجية الأمريكية اليوم الأمريكيون يعرفون أن أي تصعيد من قبل الإضافة سيؤدي إلى تصعيد من مقابل من قبل حزب الله اليوم ردنا على الإغتيالات التي قامت فيها إسرائيل لي قادة من حزب الله في الضاحية الجنوبية تم قصف قاعدة المثار في تل أبيب بالإضافة إلى تصعيد إلى تصديد حدة القتال والمنطقة الجغرافية التي يكون محزب الله في قصفها ردنا على الإغتيالات الإسرائيلية على اللبنانيين التي هي غير مسبوقة في تاريخ العسكري الحديث حيث قامت في ظرف سعادتي المعدودة يوم الأثنين الماضي في 1600 غارة لبنان مستعد لأي تصعيد لبنان لن يدخل التهديدات الإسرائيلية وبالتالي يمسلك لبنان كل مقومات القوة التي تجعله يستطيع أن يواجه العدوان الإسرائيلي عليه وبالتالي أي تهديدات إسرائيلية لن تبقى أزانا صاغية وإذا فوض الحرب على لبنان فسوف نخوضها كلبنانيين مجتمعين مع بعض الأنبع صحيح ولكن الاستهدفات الأخيرة الموجعة لقادة حزب الله الميدانيين وانقادة لفصائل حرب تسمعيني الآن دكتورة هل الصوت واضح؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتورة ليلة نقول أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية